بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء شكرا جزيلا للأخ العزيز السيد الرئيس الجمهورية السابق دكتور برهام صالح على هذه الدعوة ولكل القائمين على هذا الملتقى أن أكون بينكم في هذا الصرح العلمي والمعرفي الكبير وفرصة مهمة أن نجتمع بهذا العدد من مسؤولين وقادة وباحثين وأساتذة وهو دليل بالتأكيد على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في عراق اليوم السيدات والسادة نحن اليوم أمام ما يقارب عن خمسة أشهر من عمر هذه الحكومة التي جاءت بعد اتفاق سياسي وتبنت منهاج وزاري وأعدت برنامج حكومي تعهدنا خلاله على تقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك ونهضوي لهذا البلد مما يعمم الرخاء والسعة لشعبنا في كل أسقاع البلاد في هذا العمر القصير في عهود الحكومات تمكننا من تحقيق نسب كبيرة من البردامج الوزاري ومنذ يومين ولله الحمد تم إقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 والتي ستترجم عملياً أهداف البردامج الحكومية ولأول مرة نجحنا وبخطوة علمية أن تكون الموازنة لثلاث سنوات لنضمن الاستقرار المالي مما يؤدي إلى استمرار تقديم الخدمات وتواصل تنفيذ المشاريع الكبرى بإنسيابية وسهولة بعيداً عن التأخير والأزمات السياسية رغم أن طموحاتنا كبيرة في تحقيق المزيد من المشاريع الاستراتيجية لبناء بلدنا ولكننا ننظر إلى هذه الموازنة بأنها واقعية تعالج المشاكل المتراكمة لما تحتويه في تفاصيلها من برامج مهمة منبثقة عن المنهاج الوزاري لقد جاء الاتفاق على مشروع قانون الموازنة وسياساتها ليمثل خطوة جرية تتفادى الإخفاقات السابقة وتعبر عن الثقة والوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المعلنة وفي مقدمتها خطبة الموازنة الموازنة مفتاح مهم من بين المفاتيح التي تفتح أبواب الحل وقد سبق وأن قدمنا حلولاً لتستقر نقاط الحاجة والضرورات القصوى لشعبنا التي إن لم نتصدى لها فلن تنفع كل الحلول المؤقتة الأخرى وأعني هنا أولويات معالجة البطالة ومكافحة الفقر ومكافحة الفساد والشروع بالإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى تقديم الخدمات اللائقة والدائمة للمواطنين وفي كل مكان وانطلاقاً من هذه الخطوات سيتحقق الاستقرار المالي والسياسي وهو ما سيعبد الطريق أمام الاستثمار الأمثل والأفضل لثروة بلدنا الأولى وإكمال تشريع قانون النفط والغاز والتفاهم مع حكومة إقليم كردستان العراق بهذا الصدد لنغادر مصطلح المشاكل العالقة لتصبح نزراً من الماضي ونستبلها بعبارات مثل المشاريع المستدامة الفرص الاقتصادية المشتركة المصلحة الوطنية العليا من أجل رفاهن حقيقي ومستدام وعادل لكل أبناء الشعب العراقي في كل قرية وكل قضاء ومدينة السيدات والسادة نحن بصدد مناسبة ذكراها حزينة على شعبنا الذكرى المؤلمة لجريمنا كراء ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكرد المغدور في مدينة حلبشة وصوتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويل هذه المدينة المضحية إلى محافظة بحد ذاتها وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام يوم أمس كانت لقاءاتنا في أربيل مثبرة حيث التقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكونات وتحاورنا بلا قيود لأننا قولاً وفعلاً أبناء وطن واحد ومصير واحد ولا يفتني الثناء على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية وحثها على توحيد الصف ونحن داعونا لهذه الجهود فالتفرق هو ضعف للإقليم ونحن نؤمن بوضوح أن قوة الإقليم هي قوة وعزم لباقي أنحاء العراق وإذا كان العراق كله قوي فالجزء المتمثل بإقليم كردستان العراق سيبقى قوياً عزيزاً أيضاً العراق كل واحد غير قابل للتقسيم أو التزيئة وقوة الدولة العراقية واستقرارها تنبع من الدستور ومن وحدة المكونات أما النعرات المشوهة لوحدة العراق والتي ترى أن قوة جزء من أجزائه لن تتحقق إلا بإضعاف الحكومة الاتحادية أو بإضعاف المكونات الأخرى في البلاد فهذا النهج كان مدخلاً للتنظيمات الإرهابية وتحديداً تنظيم داعش الإرهابي للإنقضاب على قلب الدولة مهدداً جميع المكونات من دون استثناء الحضور الكريم إننا نتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة ونتبادل الحرص على الأمن معهم وبالتعاون الاقتصادي الفعال والمثمر الذي تلمسه الشعوب قبل الحكومات يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام ورفاه يمتد على بساط الصداقة لن نقبل أبداً أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار هذا هو دستورنا وما نص عليه وهو يلزمنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين ومراعاة حسن الجوار والتعامل بالمثل والتمسك بالالتزامات مثل ما لا نقبل بأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غير الجوار ولهذا فقد أولد حكومتنا مبكراً أهمية خاصة لتدعيم قوات حرس الحدود وزادت من جهود ضبطها ومنع التسلل والقضاء على أي قوة تسعى لزعزعة الاستقرار سواء في إقليم كردستان أو في أي مكان آخر من أرض العراق كما أن العراق لن يكون ممرًا للاعتداء على الجوار وعلى الجميع أن يحترموا سيادتنا كما نحن نحترم سيادتهم ونصون حدودهم أن تاريخ العراق وموقعه الجغرافي وإمكانياته وقدراته الاقتصادية وما يمتلكه من موارد بشرية وما يتصف به شعبنا من سمات كلها مجتمع تؤهله للعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم كي يصبح مرتكزًا إقليميًا فالحضارة الإنسانية وضعت قسسها الأولى هنا ومنحة العراق بذلك زخمًا تاريخيًا يجعله على دراية تامة بأهمية العلاقات بين الشعوب والأمم وفقًا لمعايير المصالح والتعاون بعيدًا عن العداء والتطاحن ونحن نعمل الآن على استثمار جميع تلك المكونات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية للحفاظ على سلامة ووحدة أراضينا وخدمة شعبنا وتقوية روابطنا وشراكاتنا الإقليمية والدولية السيدات والسادة المحترمون إن هذا الإسبوع كان حافلًا بالنجاحات وبتسليط الضوء على قضية إنسانية تربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي عبر عقدنا مؤتمر المناخ في البصرة لنتعرف عن كثب على خطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على بلادنا وتعمل حكومتنا على العديد من الخطوات العملية لمعالجة الآثار السلبية على المجتمع والدولة لقد سعينا ضمن برنامجنا الحكومي لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الإنبعاثات منها إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة ومشاريع مكافحة التصحر وتقنيات الريء المقننة للمياه ومعالجات المياه الثقيلة ووقعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة للاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقه لخفض الإنبعاثات الكربونية بنسب كبيرة وسنمضي في تطوير المشاريع التي تحول الغاز المصاحب إلى مصدر مهم للطاقة الكهربائية ولم نتوقف عند حصر المشكلة وتحديدها بل أطلقنا مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأول مرة في العراق وأخيراً يجب أن لا ننسى أن العراق قد حارب نيابة عن العالم أجمع الجماعات التكفيرية الأكثر شراسة في التاريخ ولولا هذا البلد العظيم والغني بأهله وصلابته وإصراره على محاربة جماعات الإرهاب لعاثت في الأرض شرًّا وفسادًا ولستمرت بأعمالها ومخططاتها الإجرامية في باقي بقاع المعمورة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عراقنا يرى أن العالم يمكنه أن يتعلم الدروس الكثيرة والغزيرة من معركة الشعب العراقي بمختلف أعراقه وأديانه في حربه ضد الإرهاب وأن يتعلم الدرس الأسمى المتمثل بالوحدة والتعاون والجدية والإصرار وأنها ستكون المصد الأقوى في وجه الإرهاب سيبقى العراق قوياً بتماسك كل مكوناته وشعبه فالعراق هو بلد المكونات والتعدديات والثقافات والديانات المختلفة تجتمع تحت ظل بيتنا الكبير العراق الذي ليس لنا غيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً